معنا الآن من بغداد مراس القناة الفلوجة فراس الدوليمي أهلا بك فراس بداية ما المعلومات المتوفرة لديك حول الضغوطات السياسية باتجاه التصويت والعد والفرز اليدوي نعم ناطق في الحقيقة يعني في الأيام الأخيرة الماضية كانت هناك ضغوطات من بعض الجهات السياسية على مفوضية الانتخابات بأن يكون طريقة التصويت أو العد والفرز أن تكون في أثناء الانتخابات يكون في الطريقة اليدوية المتبعة في الانتخابات الماضية على رغم من أن مفوضية الانتخابات قد أكملت كافة الاستعدادات اللوجستية من أجل المضي بهذه الانتخابات وأن تكون طريقة العد والفرز أو التصويت يكون ألكترونيا لكن حقيقة بعض المصادر داخل مفوضية الانتخابات أكدت أن هناك جهات سياسية لم تسميها لكن هي أحزاب متنفذة تخاف من أن لا تستطيع التلاعب بنتائج الانتخابات ولربما لن تكون لها أصوات كافية تؤهلها من أن تسيطر على مقاعد البرلمان في الدورة الانتخابية المقبلة فتحاول أن تضغط على المفوضية وتدفع باتجاه أن يكون التصويت يدوي خصوصا أن بعض المحافظات مثل نينواء لم تكتمل فيها هذه الاستعدادات ولا تستطيع أن تطبق التصويت الالكتروني سيكون فيها تصويت يدوي لكن هذه الجهات السياسية حقيقة تحاول ما زالت وأيضا هناك دائما بحسب المصادر من داخل مفوضية الانتخابات أن بعض الجهات السياسية والأحزاب المتنفذة تحاول السيطرة أو سرقة بعض الأجهزة البيومترية التي تستخدم في المراكز الانتخابية من أجل الذهاب بهذه الطريقة والاتجاه إلى التصويت اليدوي في بعض المناطق التي تسيطر عليها هذه الجهات وهذه الأحزاب السياسية من أجل الاستحواذ على الأصوات التي تريدها في هذه المناطق حيث إذا كان هناك في هذه المناطق تصويت يدوي تستطيع هذه الجهات السياسية أن تعمل على تزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات بشكل كبير دون أن تنكشف هذه التلاعبات كما حصل في الانتخابات الماضية لكن إلى الآن مفوضية الانتخابات تصير على أن يكون التصويت هو ألكتروني وأن تكون النتائج سريعة جدا خلال 24 ساعة وسيكون هناك شاشات داخل مجلس النواب كبيرة يعني تظهر النتائج مباشرة في المراكز الانتخابية وباستطاعة المرشحين والمواطنين أيضا أن يتابعوا عبر الشاشات التلفزيون هذه العملية الانتخابية الإلكترونية التي أول مرة تستخدم في العراق نعم بشأن التجاوزات على مدة الدعاية الانتخابية أيضا المفوضية ربما ستعاقب من يتجاوز على هذه المدة هل بالفعل بدأت تزيل بعض الدعايات الانتخابية من الشوارع أو ربما في أماكن أخرى بالحقيقة أصدرت المفوضية الانتخابات بيان بهذا الشأن وحذرت وأنذرت المرشحين والكتل السياسية بعدم بدء الحملة الانتخابية وجعل الملصقات وتعليقها في الشوارع إلى الآن قبل المدة القانونية والي هي 14 من هذا الشهر لكن حقيقة الكثير من الأحزاب السياسية والكتل لا تلتزم بتعليمات المفوضية صحيح هناك لربما غرامات مالية وعقوبات من قبل المفوضية لكن الأحزاب الكبيرة والمتنفذة لا تأبه لهذه التعليمات وهذه البيانات نرى أن الشوارع بغداد اليوم انتشرت فيها الكثير من الصور والملصقات التي تخص الكتل السياسية والأحزاب المتنفذة والكبيرة وإلى الآن لم أرى أن هناك إزالات لهذه حتى المفوضية لربما حقيقة لا تستطيع أن تزيل هذه الملصقات كونها تعرف أن هذه الملصقات وهذه الدعايات تابعة لهذه الأحزاب المتنفذة لربما سوف تستطيع فقط أن تنذر وتوجه عقوبات ولربما غرامات مالية لديها هذه الأحزاب المال السياسي الكافي من أجل دفع هذه الغرامات في رأس الدليمي ومراسل قناة الفلوجة من بغداد كنت معنا مباشرة شكرا جزيلا